فاينالي في جابتر فور رح نحكي عن الكماند فايند اللي بعمل لوكيتنج فايلز استخدامه عشان ابحث عن فايل لها خصائص معينة او اتريبيوتس معينة وانفذ عليها اكشن معين فايند فونكشن هو ركيرسفلي اكزاماين الدايركتوري اللي احنا رح نعطيه اياه بعمل له ماتشنج لسمي كريتيريا برضو احنا بنكون محددينها دين تيك سم اكشن على هاي السيليكتد فايلز الساينتكس الو كالقاتي احنا بنحدد الباث اللي بده يبحث فيه والباث لست هون هو الدايركتوري تري اللي بالتعريف فرح يشوف كل الفايلز اللي موجودة اندر هادا الدايركتوري شو رح يعمل لهم ماتشنج سمي كريتيريا الكريتيريا اللي رح نحددها بهذا الجزء اللي ممكن تكون وان اور مور هي اللي رح يبحث عن الفايلز اللي ماتشنج لها بعدين رح يتخذ الاكشن اللي احنا محددينه هون على هاي السيليكتد فايلز خلينا نشوف هادا المثال مثلا هون انا بدي ابحث عن كل الفايلز اللي موجودة اندر الدايركتوري اللي اسمه هوم اللي لها الكريتيريا الاتية لها الاسم اندكس اتشتي ام ال رح تشوف هلاء كمان شوي جدول في كل الكريتيريا اللي ممكن استخدمها مع الفايلز هلاء كل الفايلز اللي اسمهم اندكس دوت اتشي ام ال رح اتخذ عليهم الاكشن برينت وهذا معناه انه يعني ديسبلي برضو رح ناخد معنا كل الاكشنز اللي موجودين في الفايلز السليكشن كريتيريا في الفايند بتاخد الفورب هايفن اوبريتر وبيلحقها ارغمينت طبعا كل اوبريتر له الارغمينت اللي خاصة فيه عنا هنا مجموعة كريتيريا مثلا اذا انا بدي ادور على الفايلز اللي لها اينود نمبر معين بدور عليها عن طريق اينا وهنا بالارغمينت بحدد شو هو الرقم اللي انا بدي اياه مثلا التائب اكس يعني هون رح يعمل ماتشنج لكل الفايلز اللي اللي لها التائب اكس واكس هون ممكن تكون اف وهي او دي دا ريكتوري او مثلا هون البرم اوبريتر بيجي الارغمينت على شكل اكتل نمبرز اللي هي بتعطيني الفايلز اللي اللي لها اكزاكتل البرمشن ان 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 هنا عنا مثلا عدد اللينكس ان بدي فايلز ليوزر اه معين بدي لقروب معين بدي ادور على الفايلز اللي لها السايز بالبلاكس او بالكاركترز حسب ان هون تحط انت اكس او سي كمان ممكن نعمل ماتشنج حسب الموديفيكيشن تايم حسب التايم بدك اياه مثلا اكبر اقل بنستخدم الماينس والبلس ممكن اعمل ماتشنج لاسماء محددة من الفايلز وممكن احط اي نيم وهي تدول انه يعمل ماتشنج لكيس يعني مثلا احنا نكتب اسم فايل معين فهو يبحث لي على كل الفايلز اللي لها نفس الاسم بغض النظر الاحرف كابيتل او اسمول عنا كمان الاكشنز اللي ممكن نستخدمهم مع فايند لبرنت وهو هنا القصد انه انت تعمل ديسبليينج او برنتينج لاسماء الفايلز على الستاندرد اوتوت الاس هون رح ينفذ الكماند الاس مع الابشنز ال اي دي اس على السلكتد فايل يعني رح يعمل لونج لستنج في عنا اكشن الاكسيك اللي هو اكسيكيوت وهذا دايما بيلحقه ايش الكماند اللي انت اذا بدك تعمله اكسيكيوشن وبرضه لازم نختمه بالبريسز الفاضي مع الباك سلاش سيمي كولم عنا اكشن الاكشن الاكي هذا اكزاكتلي زي الاكسيكيوت بس بياخد منك كونفورميشن مثلا اذا حكينا فايند فرونت سلاش هوم هذا معناته الديريكتور اللي انا بدي ابحث فيه ايش الفايلز اللي بدنا نعملها ماتشنج اللي نوعها اردنري فايل والاكسيس تايم كان اكتر من 365 يوم يعني فعليا فايلز مش معمول لها اكسيسينج من سنة شو بدنا نعمل عليها اكشن انه نحذفها مثال اللي بعده انا هون رح ابحث في الهوم دايريكتوري على الفايلز اللي لها يعني فعليا الفايلز اللي لها لكل الكاتيجوريز وتكون دايريكتوريز ورح نعملها على المثال اللي بعده انا هون رح ابحث بالكارنت دايريكتوري على الفايلز اللي نوعها اوردنري والموديفكيشن تايم اكتر من 2 واقل من 5 واعمل لهم لما ينذكر اكتر من في الكريتيريا هون بنشتغل زي يعني انه يكون عندي البرمشن 777 وبنفس الوقت يكون دايريكتوريز ترجمة نانسي قنقر